اهلا وسهلا بكم في المختصر المفيد الفيديو ده يكون مقدمة عن التنفس الخلوي بس قبل ما نبدأ محتاجين نميز ما بين مصطلحين مهمين المصطلح الاول هو التبادل الغازي والمصطلح التاني هو التنفس الخلوي التبادل الغازي هو عبارة عن التبادل مبين غاز الأكسجين وغاز ساني أكسيد الكربون بس لا أكثر ولا أقل يعني بيدخل الأكسجين وبيخرغ غاز ساني أكسيد الكربون والموضوع ده بيحصل عن طريق جهاز التنفسي في الكائنات عديدة الخلايا زي الإنسان كده مثلا أو ممكن يحصل في الكائنات اللي بتتكون من خلية واحدة بس وهي إنها بتاخد الأكسجين وبيطلح ساني أكسيد الكربون إنما التنفس الخلوي هو عبارة عن عملية معقدة شوية لأن التنفس الخلوي هو عملية حيوية بتقوم بيها الخلايا علشان تقدر تحصل على الطاقة من الطعام اللي بتتغذى عليه الكائنات الحية يعني الكائن الحي بياكل الطعام بتاعه على سبيل المثال النشا مثلا والنشا ده بيتكون من العديد من الجولوكوز فلما يتكسر النشا إلى جولوكوز الخلية بتاخد الجولوكوز وتبدأ إن هي تكسر الروابط الموجودة ما بين زرات جزيء الجولوكوز علشان تحصل على الطاقة المتخزنة فيها فالخلية بتاخد الطاقة دي وتخزنها في جزيئات اسمها ATP يعني أدينوزين سلاسي الفوسفات علشان بعد كده تستخدمها في القيام بعملياتها الحيوية والأنشطة المختلفة وده كان الفرق ما بين التنفس الخلوي والتبادل الغازي دلوقتي مثلا لو أنت عايز تحرك دراعك المسؤول عن حركة الدراع هو العضلات والعضلات دي عبارة عن نسيج بيتكون من خلايا علشان الخلايا دي تقدر إنها تقوم بوظيفتها اللي هي الانجباض والانبساط علشان تعمل حركة الخلية دي محتاجة لطاقة والطاقة دي بتاخدها من جزيئات الطعام زي مثلا انجلوكوز عن طريق إن هي بتقصر الروابط ما بين زرات جزيئ الجلوكوز وتاخد الطاقة وتخزنها في جزيئات ATP علشان تستخدمها بعد كده وهو ده التنفس الخلوي اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بتبدأ عملية التنفس الخلوي بأكسادة جزيئ الجلوكوز وإحنا هنا هنستخدم جزيئ الجلوكوز كمثال لأي غذاء أو طعام بيتغذى عليه الكائن الحي لأن الجلوكوز هو الجزيئ الشائع ما بين الكائنات الحية يعني أغلب الكائنات الحية بتستخدمه علشان تحصل منه على طاقة فالخلية بتمسك الجلوكوز وتكسر الروابط الكيميائية ما بين زراته وتحصل على طاقة بتخزنها في جزيئ الـ ATP وقبل ما تعرف خطوات ومراحل أكسادة الجلوكوز لهمنا الأول تعرف إيه هي جزيئات الـ ATP وإزاي بيتم تخزين الطاقة بداخلها جزيئ الـ ATP بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية الجزيئ الأول هو قاعدة نيتروجينية اسمها الأدينين والأدينين ليه خواص قاعدية والجزيئ الثاني هو سكر الريبوز وده سكر خماسي الكربون يعني متكون من خمس كربونات واللي بيدخل برضو في تكوين نيوكروتيدة الـ RNA وسكر الريبوز مع قاعدة الأدينين مع بعض كده الاثنين بيطلق عليهم اسم أدينوزين الجزيئ الثاني من الـ ATP هو عبارة عن ثلاث مجموعات فوسفات ولما يبقى فيه ثلاث مجموعات فوسفات فيبقى المركب على بعضه بنقول عليه أدينوزين سلاسي الفوسفات وبيتم تكوين جزيئ الـ ATP من جزيئ تاني اسمه ADB يعني أدينوزين سناي الفوسفات وده بيكون موجود في الخلية عادي خالص بصورته العادية اللي هو أدينوزين وبيحتوي على اتنين فوسفات بس ولما الخلية بتحصل على طاقة من أجسادة الجلوكوز بتخزن الطاقة دي في الربطة اللي بتربط بيها الـ ADB مع مجموعة الفوسفات الثالثة علشان يتحول بعد كده الـ ADB ومجموعة الفوسفات الثالثة إلى جزيئ جديد وهو الـ ATB ولما بتحتاج الخلية تاني للطاقة بتكسر الربطة وبتاخد الطاقة منها وبيرجع الـ ATB بعد كده إلى ADB زائد مجموعة فوسفات علشان كده الـ ATB هو عملة الطاقة في الخلية وده بسبب سهولة الحصول على الطاقة منها لما الخلية بتحتاج لطاقة بتجيب الـ ATB وبتكسر ربطة مجموعة الفوسفات الثالثة وبتاخد الطاقة الطاقة المنطلقة دي بتكون حوالي من 7 إلى 12 صعر حراري كبير لكل مول نرجع بعد كده لموضوع أجسادة الجلوكوز والتنفس الخلوي التنفس الخلوي فيه منه نوعين تنفس خلوي هوائي وتنفس خلوي لاهوائي ومن اسمهم بنعرف أن التنفس الخلوي الهوائي بيحصل في وجود الهواء يعني في وجود الأكسجين والتنفس الخلوي اللاهوائي بيحصل في غياب الهواء يعني في غياب الأكسجين التنفس الخلوي الهوائي بيانتج عنه 38 ATB يعني 38 جنيه والتنفس الخلوي اللاهوائي بيانتج عنه 2 ATB بس علشان كده الطريقة الرئيسية اللي بتحصل منها الخلية على طاقة هو التنفس الخلوي الهوائي لأنه بيدينا 38 ATB إنما التنفس الخلوي اللاهوائي بيدينا بس 2 ATB وهنشرحه بعد كده معادلة التنفس الخلوي الهوائي بتكون كالآتي بناخد الجلوكوز اللي هو رمزه C6H12O6 زائد 6 أكسجين اللي هو رمزه O2 فبيطلع لنا سانيوكسيد الكربون اللي هو CO2 زائد المعيال اللي رمزها H2O زائد 38 ATB المعادلة دي بتلخص طريق طويل واللي لسه هنمشي فيه خطوة خطوة الطريق ده بيشمل 3 مراحل وهي مراحل أكسادة الجلوكوز المرحلة الأولى من أكسادة الجلوكوز اسمها انشطار الجلوكوز والمرحلة الثانية اسمها دورة كريبس والمرحلة الثالثة هي سلسلة نقل الإلكترون الثلاث مراحل طبعا بتحصل داخل الخلية ولكن بيختلفوا في أماكن حدثهم يعني المرحلة الأولى واللي هي انشطار الجلوكوز بتحصل في سيتوبلازم الخلية بالتحديد في مكان غير عضي اسمه السيتوزول وغير عضي المقصود منها انه هو مش بيحتوي على عضيات يعني جزء فاضي في السيتوبلازم مش بيحتوي على عضيات بيطلق عليه اسم السيتوزول بيحصل فيه عملية انشطار الجلوكوز اللي هي المرحلة الأولى من أكسادة الجلوكوز والمرحلة الثانية والثالثة واللي هي دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون بتحصل داخل الميتوكوندريا بتحصل داخل الميتوكوندريا بسبب توافر شروط حدوسهم فيها لأن الميتوكوندريا بتحتوي على خمس حاجات مهمين بنحتاجهم في دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون والخمس حاجات هم المية والفوسفات وإنزيمات التنفس ومرافقات إنزيمية ومن أهم المرافقات الإنزيمية هم الناد موجب والفاد مرافق الإنزيم فاد بيكتسب اتنين هيدروجين فبيتحول إلى فاد H2 ومرافق الإنزيم ناد موجب بيكتسب اتنين هيدروجين والهيدروجين شحنته سالب فبتروح هيدروجينة واحدة من الاتنين هيدروجين مع الشحنة الموجبة اللي هي ناد موجب ويطلع لنا ناد H بس يعني الناد موجب بيكتسب اتنين هيدروجين ويتحول إلى ناد H بيتم تخليق وزيئات الناد بواسطة فيتامين B3 وبيتم تصنيع وزيئات الفاد بواسطة فيتامين B2 علشان كده الفيتامينات دي بيكون لها أهمية كبيرة في المواد الغذائية اللي بنتناولها وبرضو بعد كده الناد H بيدينا تلاتة ATP والفاد H2 بيدينا اتنين ATP هنحفظهم زي ما هم كده ونفهمهم بعدين واخر حاجة بتحتوي عليها الميتوكوندريا هي جزيئات حاملات الالكترون اسمها السايتوكرومات بحيث ان هي بتحمل الالكترونات على مستويات مختلفة من الطاقة المرحلة الأولى من مراحل أكسادة الجلوكوز هي انشطار الجلوكوز أو ممكن نقول عليها تحلل الجلوكوز وفي المرحلة دي الجلوكوز بيقسم لجزئين يعني الجلوكوز بيحتوي على ست زرات كربون بينقسم ويتحول إلى جزئين كل واحد فيهم بيتكون من ثلاث زرات كربون انشطار الجلوكوز بيحصل في حالة التنفس الهواي أو التنفس اللا هوي لأن انشطار الجلوكوز مش بيتطلب وجود أكسجين وبيتم انشطار الجلوكوز في الخلية في السيتوبلازم بالتحديد في جزء اسمه سيتوزول يعني الجزء أو المنطقة غير العضية في السيتوبلازم فيبأ كده السيتوزول هو منطقة موجودة في السيتوبلازم مش بيحتوي على أي عضيات تعالى كده نجيب موضوع انشطار الجلوكوز من الآخر ونفهم من خلاصة وبعد كده نرجع نفهم خطوة خطوة الجلوكوز هو جزء سداس الكربون بيحصله انشطار وبينقسم إلى جزئين الواحد منهم سلاسي الكربون وهو حمض البيروفيك يعني كده الجلوكوز الواحد بينقسم إلى اثنين حمض بيروفيك وبيخرج لنا طاقة مقدرها اثنين ATP زائد كمان ان بيكون فيه اثنين ناد موجب بيحصل لهم اختزال وبيتحولوا إلى اثنين ناد H فتبقى المعادلة كالتالي الجلوكوز بيدخل والرمزه C6H12O6 وبيخرج لنا اثنين حمض بيروفيك وحمض البيروفيك رمزه C3H4O3 وحنا بيخرج لنا اثنين حمض بيروفيك زائد اثنين ATP كده طبقاً للمعادلة دي فاضل أربع زرات هيدروجين بيتم بيهم اختزال جزئين ناد موجب بحيث ان كل جزئ منهم بياخد اثنين هيدروجين فبيتحولوا إلى اثنين ناد H حمض البيروفيك بعد كده بيدخل إلى الميتوكوندريا في حالة وجود الأكسوجين علشان يكمل الموحلتين الباقيين من التنفس الخنوي واللي هم دورة كريبس وسلسلة نقط الإلكترون بس علشان حمض البيروفيك يدخل إلى الميتوكوندريا لازم ياخد معاه تسكرة الدخول واللي هي الأكسوجين لكن لو ما فيش أكسوجين مش بيدخل حمض البيروفيك للميتوكوندريا ويبقى كده تنفس لهوائي وهنشرحه بعدين المهمة دلوقتي تعالى نفهم مجموعة التفاعلات اللي بتحصل أثناء انشطار الجلوكوز قلنا إن الجلوكوز فيه 6 زرات كربون هنرقمهم من 1 ل 6 علشان نقصر الروابط بين زرات الجلوكوز محتاجين لطاقة بناخدها من جزاء الـ ATP فبنمسك جزاء الـ ATP ناخد الطاقة اللي فيه فبيتحول إلى ADP زائد مجموعة فوسفات مجموعة الفوسفات دي بتمسك في زرات الكربون رقم 6 في الجلوكوز فيبقى اسمه جلوكوز ستة فوسفات بس الجلوكوز ما عجبوش الوضع ده علشان ما بيحبش حد يمسك فيه فبيتحول إلى فاركتوز ويبقى كده اسمه فاركتوز 6 فوسفات الفاركتوز وضعه غير الجلوكوز لما بيلاقي الوضع ده بيقولك طيب بتجبولي كمان مجموعة فوسفات من الناحية التانية وعلشان نجيب له مجموعة فوسفات بنقصر تاني جزء ATP ويتحول إلى ADP زائد مجموعة فوسفات مجموعة الفوسفات دي بتمسك في زرات الكربون رقم واحد فيبقى كده الفاركتوز اسمه فاركتوز 1 6 فوسفات لأن كده زرات الكربون رقم واحد ماسك فيها مجموعة فوسفات وزرات الكربون رقم 6 ماسك فيها مجموعة فوسفات الاتنين بيتخنوا مع بعض وكل واحد بيشد من ناحيته فبينقصم الفاركتوز 1 6 فوسفات إلى اتنين جزء اسمهم فيسفو جليسرالدهايد وجزء الفيسفو جليسرالدهايد الواحد بيكون فيه 3 كربون تعال نقول تاني كمان مرة علشان من اطلع بطش احنا قلنا ان جزء الجلوكوز بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات بعد كده الجلوكوز 6 فوسفات بيتحول الى فاركتوز 6 فوسفات بعد كده بيتحول الى فاركتوز 1 6 فوسفات الفاركتوز 1 6 فوسفات بينقصم الى اتنين جزء فيسفو جليسرالدهايد الجزء الواحد فيسفو جليسرالدهايد بيحتوي على 3 زرات كربون واحنا كده عندنا اتنين جزء فيسفو جليسرالدهايد بعد كده الى اتنين جزء فيسفو جليسرالدهايد بيحصل لهم اجسادة فبيتحولوا الى اتنين حمد بيروفيك وبينتج اربعة ATB فبنرجع الاتنين اللي استهلكناهم في الاول ويتفضلنا اتنين ATB وبيحصل اختزال لاتنين جزء مرافق انزيم اللي هو اتنين ناد موجة فبيتحولوا الى اتنين ناد اتش وبكده تنتهي مرحلة انشطار الجلوكوز وبيبقى كده اجمال الطاقة النتجة من مرحلة انشطار الجلوكوز هي اتنين ATB وكمية الطاقة دي مش بتكون كفاية علشان الخلية تقدر تقوم بوظيفتها الحيوية فبيبدأ حمد البيروفيك بعد كده يدخل الى الميتوكوندريا في وجود الاكسجين علشان ينتج لنا طاقة اكبر من اللي تم انتاجها في المرحلة الاولى ومن هنا بتبدأ المرحلة التانية من اجسادة الجلوكوز وهي مرحلة دورة كريبس دورة كريبس هي المرحلة التانية من مراحل اجسادة الجلوكوز بعد انشطار الجلوكوز وبتحصل داخل الميتوكوندريا بسبب توافر خمس جزيئات قلنا عليهم موجودين داخل الميتوكوندريا وهما الماء والفوسفات وانزيمات التنفس ومرافقات الانزيمات اللي هما ناد موجب واللي بيحصل له اختزال بعد كده ويتحول الى ناد اتش والمرافق التاني وهو الفاد واللي بيحصل له برضه اختزال ويتحول الى فاد اتش تو واخر حاجة من الخمس حاجات هي السيتوكرومات اللي هما حاملات الالكترونات ودي بتكون مهمة في المرحلة التالتة والاخيرة واللي هي سلسلة الالكترون اخر حاجة تكلمنا عنها هو ان الجلوكوز بيحصل له انشطار ويتحول الى اتنين حمد بيروفيك زايد اتنين اي تي بي زايد اتنين ناد موجب بيحصل لهم اختزال ويتحوله الى اتنين ناد اتش فبقى كده الطاقة المباشرة اللي حصلنا عليها من انشطار الجلوكوز هي اتنين اي تي بي ناخد بعد كده الاتنين حمد بيروفيك وندخل بيهم الى الميتوكوندريا علشان تبدأ دورة كريبس بس قبل دورة كريبس ما تبدأ بيبقى في مرحلة اسمها مرحلة تحضرية المرحلة التحضرية دي اللي بيحصل فيها هو ان كل جزيء من حمد بيروفيك بيتأكسد علشان يتحول لمجموعة اسطايا وكلمة اكسادة بيكون لها معنين ياما اكتساب اكسوجين او فاقد هيدروجين ما هو بالعربي كده الاكسادة دي يعني زيادة في الشحنة الموجبة يبقى بتحصل ياما باكتساب الاكسوجين اللي بيكون شحناته موجبة او بفاقد هيدروجين اللي هو بيكون سالب والاكسادة اللي محتاجينها النهاردة هي بتحصل عن طريق فاقد الهيدروجين يعني فاقد الالكترون سالب الاكسوجين مش بيكون لي دور معالا غير انه تسقرة الدخول الى الميتوكوندريا التسقرة اللي بيدخل بيها حمد البيروفيك الى الميتوكوندريا علشان يكمل مراحل التنفس الخلوي الهوائي المهم كده احنا معالا اتنين حمد بيروفيك بيحصل لهم اكسادة وحمد البيروفيك سلاسي الكربون فبيتحولوا الى اتنين مجموعة اسيطايل والاسيطايل بيكون سناي الكربون يعني كده فاقدنا هيدروجين وكربون الهيدروجين اللي فاقدناه بيتحد مع الناد موجب وبكده يكون حصل الاختزال فيتحول الى ناد اتش والكربون اللي فاقدناه بيخرج في صورة ثاني اكسيد الكربون واحنا كان معالا اتنين حمد بيروفيك سلاسي الكربون اتاكسدوا واتحولوا الى اتنين مجموعة اسيطايل سناي الكربون وبالتالي بينتق عن الخطوة دي اتنين ثاني يكشد الكربون زائد اتنين ناد اتش بعد كده كل مجموعة اسيطايل بتتحد مع مرافق انزيم اسمه مرافق انزيم الف او كو انزيم اي فبيتكون جزء اسيطايل مرافق انزيم الف دور مرافق الانزيم الف هو انه بياخد مجموعة الاسيطايل وبدخلها دورة كريبس وبيسيبها وبيرجع تاني علشان يجيب غيرها ويقرر عمله بتبدأ دورة كريبس بان مجموعة الاسيطايل بتتحد مع حمد اسمه حمد الوجزال واساتيك فبيتكون حمد جديد اسمه حمد الستريك مجموعة الاسيطايل بتكون سناي الكربون وحمد الوجزال واساتيك بيكون رباعي الكربون وبالتالي الحمد اللي بتكون الجديد اللي هو حمد الستريك بيكون سداسي الكربون بص كده دورة كريبس دي دورة شرسة اللي بيدخل فيها بياخد على افاة واللي بياخد على افاة بيقع منه كربون فحمد الستريك اللي هو سداسي الكربون هياخد على افاة فيقع منه زرة كربون فيتحول الى حمد خماسي الكربون واسمه حمد الكيتو جلوتاريك وده حمد زي ما قلنا خماسي الكربون واثنان خطوة دي بيتم اختزال جزيء ناد موجب فيتحول الى ناد اتش والكربون اللي وقعت دي بتخرج في صورة ثانيوكسيد الكربون حمد الكيتو جلوتاريك وماسي الكربون برضو هو كمان بياخد على افاة فيقع منه زرة كربون ويتحول الى حمد رباع الكربون اسمه حمد الساكسينيك وبرضو الخطوة دي بيتم فيها اختزال جزيء ناد موجب فيتحول الى ناد اتش والكربون اللي وقعت بتخرج في صورة ثانيوكسيد الكربون حمد الساكسينيك بيكون جبان وبيخاف وبيقول مش عايز اخد على افاة فيفضل زي ما هو رباع الكربون ويتحول الى حمد برضو رباع الكربون اسمه حمد المليك وفي الخطوة دي بيخرج جزيء اي تي بي وده جزيء اي تي بي الوحيد اللي بيخرج اسناء دورة كريبس بيتكون ال اي تي بي من اي دي بي زائد مجموعة فوسفات والكلام ده المفروض ان احنا فعمناه كويس لما شرحنا مقدمة التنفس الخلوي في خطوة تحول حمد الساكسينيك رباع الكربون الى حمد المليك رباع الكربون بيتم اختزال جزيء فاد الى فاد اي تشي توم بعد كده حمد المليك برضو بيخاف وبيقول مش عايز اخد على افاية فيتحول الى حمد الاجزال واستيك وحمد المليك بيكون رباع الكربون وبرضو حمد الاجزال واستيك بيكون رباع الكربون وفي الخطوة دي بيتم اختزال جزيء ناد موجب الى جزيء ناد اتش حمد الاجزال واستيك بيتحد مع مجموعة الاسيتايل التانية ويقرر نفس الدورة للمجموعة التانية واللي فيها ان حمد الساكسينيك بيمر بثلاث مركبات وسطية بتبدأ بحمد الكيتو جلوتاريك وبعد كده حمد الساكسينيك وبعد كده حمد المليك علشان تنتهي التفاعلات بحمد الستريك مرة تانية يعني احنا بدأنا بحمد الستريك وانتهينا بحمد الستريك علشان كده ممكن نسمي دورة كريبس برضو بدورة حمد الستريك وبكده بتتقرر دورة كريبس مرتين مرة لكل جزء من مجموعة الاسيتايل يعني كده دورة كريبس بتتقرر مرتين لجزء واحد من الجولوكوس وبتكون عدد الجزئيات المتحررة أثناء دورة كريبس الواحدة اتنين جزء سانيوكسيد الكربون وتلات جزئيات ناد اتش وجزء فاد اتش تو وجزء اي تي بي وفي الدورتين بنضرب الأرقام دي في اتنين جزئيات سانيوكسيد الكربون اللي بتنتج من دورة كريبس بتبدأ ان هي تدخل الدورة الدموية فبتتحد مع هيموجلوبين الدم وبيحصل تبادل الغازات في الرئتين علشان تخرج مع هواء الزفير فيبقى كده أهمية دورة كريبس هو أكسادة زرات الكربون خلال مجنوعة من التفاعلات عن طريق إزالة إلكترونات الإلكترونات دي بتستقبلها جزئيات الفاد والناد ملجب وبتنقلها إلى السيتوكرومات علشان تحرر الطاقة منها علشان تكون مزيئات ATP وبكده بتنتج دورة كريبس وبتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من أكسادة الجلوكوز وهي سلسلة نقل الإلكترونات إحنا دلوقتي وصلنا للمرحلة الثالثة والأخيرة من التنفس الخلوي الهوائي المرحلة اللي نختم فيها شغلنا واللملمة ورعنا ونعيد حساباتنا علشان نعرف لينا هي وعلينا هي المرحلة دي اسمها مرحلة سلسلة نقل الإلكترونات المرحلة الأولى كانت انشطار الجلوكوز وانشطار الجلوكوز بيحصل سواء كان في وجود الأكسجين أو في غياب الأكسجين وبيتم انشطار الجلوكوز داخل السيتوبلازم بالتحديد في منطقة غير عضية اسمها السيتوزول اللي بيحصل هو أن الجلوكوز بينشطر ويتحول إلى 2 حمض بيروفيك وبيتم إنتاج 2ATB زايت كمان بيحصل اختزال 2 جزيه مرافق إنزيم ناد موجب ويتحوله ويبقوا 2 ناد H وإحنا قلنا أن الناد H الواحد بيدينا 3ATB وكوزيه الفاد H2 بيدينا 2ATB فيبقى كده يجمال الطاقة اللي حصلنا عليها في مرحلة انشطار الجلوكوز هما 2ATB خدناهم بشكل مباشر زايد 2 ناد H هندرابهم في 3 هيتحوله 6ATB يبقى كده يجمال الطاقة 8ATB مع العلم إن مرافق الإنزيم ناد H والفاد H2 عاملين كده زي الوديعة اللي بتخط فيها فلوس ومش بنقدر ناخد الفلوس دي غير في آخر مرحلة وهي سلسلة نعل الإلكترون علشان كده ما كانش ينفع نحسب إجمالي الطاقة غير في آخر مرحلة بعد كده في المرحلة التفضلية لدورة كريبس اللي اتنين حمد بيروفك اتحولوا إلى اتنين مجموعة أستايل واحنا خدنا اتنين ناد H يعني حصلنا على 6ATB ودورة كريبس حصلت مرتين فكده هنحسب كل حاجة في اتنين حمد الستريك لما تحول لحمد الكيتو جلوتاريك خدنا اتنين ناد H يعني كده 6ATB وكمان حمد الكيتو جلوتاريك لما تحول لحمد الساكسينيك خدنا اتنين ناد H يبقى كده كمان 6ATB وحمد الساكسينيك لما تحول لحمد المليك خدنا اتنين فات H2 فيبقى كده 4ATB وكمان في نفس الخطوة دي خدنا اتنين ATB وحمد المليك لما تحول لحمد اللي وزاله اساتيك خدنا اتنين ناد H يعني كده 6ATB فيبقى كده اجمالي جزيئات الATB اللي حصم عليهم من دورة كريبس هم 30ATB زايد 8ATB في مرحلة انشطار الجلوكوز يعني كده اجمالي جزيئات ATB في التنفس الخلوي الهوايي هو 38ATB في المرحلة التالتة المفروض كده هنعرف ازاي بنفك الوديعة دي وناخد منها الطاقة اللي بيتم تخزينها في جزيئات الATB جزيئات الناد H والفات H بيحصل لهم اجسادة عن طريق انهم بيفكدوا الهيدروجين اللي كانوا اكتسبوه قبل كده والجزيئ الواحد من مرافق انزيم ناد H بيفكد اتنين هيدروجين وبيتحول الى ناد موجب زراتين الهيدروجين اللي ناخدناهم بنقسمهم بعد كده الى اتنين الالكترون واثنين بروتون الالكترون بيكون سالب والبروتون بيكون موجو الالكترونات بتنزل من مستوى طاقة عالي لمستوى طاقة اقل وبتتضحرج على حاجة اسمها حاملات الالكترونات او ما تسمى السيتوكرومات ودي بتكون موجودة على العشاء الداخلي للميتوكوندريا فالسيتوكرومات بتحمل الالكترونات من مستوى الطاقة عالية الى مستوى الطاقة اقل وكل ما الالكترونات بتنزل مستوى طاقة بيخرج منها طاقة بتتخزن في الروابط ما بين جزيئات الـ ADP ومجموعة الفصفات التالتة فبيتكون جزيئ الـ ATP الالكترونات اللي موجودة في الناد H بتنزل 3 درجات يعني 3 مستويات فبيتكون 3 جزيئات ATP والالكترونات اللي موجودة في الفاد H2 بتنزل درقتين يعني مستويين فبيتكون 2 جزيئ ATP بعد كده الالكترونات لما بتنزل للآخر خالص بيقابلها البروتونات اللي كانت انفصلت عنها قبل كده فبيتكون H2 الـ H2 بنضيف له الأكسوجين والأكسوجين بيكون موجود في صيغة O2 فعلشان نضيف له أكسوجينة واحدة بنقسمها نصية فبنضيف له نص O2 فبيتكون جزيئ المية اللي هو H2O وتبقى المعادلة كالقادي 2 إلكترون بيتصلوا معه 2 بروتون فبيتكون H2 بنضيف عليهم نص O2 فبيتكون H2O علشان كده الأكسوجين يعتبر هو المستقبل الأخير في سلسلة نعل الإلكترون وزيئات الناد H والفاد H2 بيحصلنهم أكسادة عن طريق فقد هيدروجين وبعد كده بيتكون جزيئات ATP من الطاقة اللي بتخرج من الإلكترونات فبتتخزن في الربطة بين ADP ومجموعة الفوسفات الثالثة علشان كده العملية دي كلها كده على بعضها اسمها الفوسفرة التاكسودية وبالتالي مزيئات المية بتتكون خلال الفوسفرة التاكسودية وبكده نبقى خلصنا سلسلة نعل الإلكترونات وخلصنا معاها التنفس الخلوي كاملا بالكامل بتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشارات ترجمة نانسي قنقر